شرك معنا هاتفية من بروكسل في بلجيكا دكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث دكتور رمضان مساء الخير ما تعليقك على ما تفضل به الدكتور عمار من أنه روسيا ليست معنية بتصعيد الأمور في ساحة الأزمة الأوكرانية واستهداف دولة من دول حلف شمال الأطلس المساء الخير دكتور عمار دكتور عمار تحية بالفعل أتفضل مع دكتور عمار ما قال روسيا التي تحبت منذ أيام الفرسان والتي لم تحقق إنجازات كبيرة في الأشهر أو في الأسماء الماضي عسكريا وعلى أبوات تصل الشفاء ريا في غنى عن أي تصعيد وخاصة مع حلف الناتو روسيا التي تعاني من بعض الدعم العسكري الذي يصل من دول حلف الناتو إلى أوقع الجيش الأوكراني وتعاني من هذا التكليح لا أعتقد أنها ترى في مواجهة كامل التسليح وخاصة أن روسيا تعي زيداً أن أي اعتداء على أي دولة من دول الأعضاء هو يكون لهذه الدولة للاستثابة من المدى الخامسة للدفاع المشترك أي في حال تعرض أي دولة عضف الناتو لأي دول خارجي على كل دول حلف الناتو أن تقوم بالدفاع هي مجموعة للدفاع المباشر عسكرياً أعتقد أن روسيا هي ليست في محل يسمح لها بتوسيع زمها العسكرية حالياً خاصة أيضاً أننا في قمة العشرين هناك أجواء شدر إيجابية بعد التوافق على البيان الكتامي وهناك صياغات أامة جداً بالأمن والسلم العالميين على توافق الرئيس بايدن مع الرئيس الخيني بشيف بضرورة الابتعاد عن استخدام العبارات العسكرية أو العبارات الحربية بما يتعلق باستخدام الأسلحة النموية واتفاق الزميع على كتاب الرئيس الاندوليكي بضرورة العمل على وقش الحرب الأجواء الإيجابية من الشرب قابلها سقوط قذائف وليس الصواريخ حيث البيان الأولي الغولندي الذي تحدث عن صوات قذيفة أدت إلى مقصة الاثنين ولم يؤكد الخبر أي طرف رسمي من غولندا ولكن هناك حراس إعلامي هناك بيانات من دول نعلم جميعاً مدى العداء التاريخي بين الشعب الغولندي والشعب الروسي صحيح وفي هذا الخصوص بالذات عفواً دكتور رمضان يعني أنا أمامي الآن ردود الفعل يعني وزير دفاع لاتفيا يعلن تضامن بلاده مع بولندا ويدين استهداف روسيا أراضي دولة في حلف شمال الأطلسي أيضاً إسطونيا الآن رئيس الوزراء التشيكي يقول في حال أكدت بولندا أن الصواريخ الروسية استهدفت أراضيها فهذا يعتبر تصعيداً كبيراً هل تعتقد بأنه هناك من يحاول يعني إشعال أو نيران في الموقف ويعني قرر الأمور إلى تصعيد أكبر وأكبر يعني من أطراف أخرى يعني غير الطرف الأوكراني غير الطرف الروسي هذه الدول كلها لديها إشكاليات تاريخية وليها تفسير اتفادات تاريخية مع أروسيا الاتحادية أو مع المكون الروسي ولديها حقد تاريخي يؤثر على سياساتها وهي نفس الدول التي كانت تحرض الاتحاد الأوروبي في البدايات لتربع أقوبات صلبة ضد روسيا وأقوبات تصاعدية وكانت دائماً بولندا إسرونيا لتولاتيا لتوانيا هي الدول دائمة التحريض على التفعيد العسكري ضد روسيا بهدف السجنات أو جلب القوة الأمريكية أو الصلبة إلى المنطقة بهدف حناية في هذه الدول ضعيفة جداً وتبحث لها عن حناية متقبلية من أي مصير يمكن أن تتعرض له عن هذه الدول مثلنا تعرضوا في أوكرانيا وهذا الخوف المحرك لهذه الدول مشروع لأن النجوم أو الاشتياح العسكري الروسي في شهر إلى أوكرانيا أثار مشاعر الخوف لدي هذه الدول الصغيرة القريبة جداً والتي لديها حدود مباشرة مع روسيا أكرر أن الحادثة لا أعتقد بتصديري أنها يمكن أن ترقى إلى درجة حادثة عمل يمكن أن يزر حيث الماته إلى مواجهة مع روسيا أعتقد أيضاً أن الأجواء في هذه بعد عدة كنمه بعد عدة أخبار تحدثت عن نباحات أمريكية روسية صحيح بعيداً عن الإعلام أعتقد أنه ليس وإن حدثت هذه القدائس بالفعل قد ثقرت يقد في أراضي بولندية فإن كان روسيا إما تفليد القبر وإما تحديد طوضيحات بأنه عند الحادث عربي وعند الحادث العربي لن تكت لن يكون هناك موقف صلبة طيب أنا بشكرك شكراً جزيلاً سيد الدكتور رمضان أبو غذر من بروكسل وفو أراضي شكراً جزيلاً